مرحباً لعبة الفرنسية سنة أولي أعدادي نستقنف مع الصفحة رقم 69 في أهل الصفحة كما نلاحظ عندنا Objective يعني أهداف من ضمن أهداف الفقرة كما نلاحظ Reconnaître le verbe à deux compliments Reconnaître le verbe à deux compliments إذن معرفة الأفعال ذات المكملين ذات المكملين التي لها كما لنقول مفعولين به إذن ثم إذن استعمال هذه الأفعال بطريقة مناسبة ثم استعمال هذه الأفعال بطريقة مناسبة 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 أجدت أجدت مناسبة 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 طبعاً لدينا البرب convenir يعني ناسبة مناسبة مناسبة الذي يناسبه بشكل مدبوط نقول مثلاً مناسبة مناسبة إذن جبسير يعني أنا ألاحظ سالة verbe أبسير هذا في علاحدة لدينا البرب إذن نتكلم هنا عن الأفعال ذات المكملين سنرى هذا المصغير كما نلاحظ إل نيبا دو صومتي إل نيبا دو صومتي ليس للمينة الحمقى طبعاً نتكلم عن صوت نقول عن شخصين بأنه صوت يعني أنه أحمق طبعاً في المؤمنة نقول صوت نقول مثلاً لاصوت فانتي لاصوت فانتي طبعاً لفانتي المقصود بها الخيالة أو الزهو أو التفاع تسمى لفانتي لاصوت فانتي إذن نتكلّم عن الخيالة الأحمق كما نتكلّم عن الخيالة الأحمق إذن لاصوت فانتي إذن نصيف الخيالة بأنه أحمق طبعاً في اللغة الفرنسية كلمة فانتي هي كلمة مؤنتة إذن سنصف و période عليها أقول لاصوت فانتي طبعاً عندنا لمايتي كلمة مذكرة المقصود هنا المقصود به هنا ليس هناك مهن الحمقى ليس من المهن الحمقى هذه العبارة هي ضمن مثل سنعرفه في آخرة الفقرة آخرة في آخرة الخبور when I descendم Tok لقد كنت مسرورا عند جدي الفورجي لوفير طبعا لوفير فورجي المقصود به أنك تطرق المعدن بعد تسخينه المقصود أنك تشكله كما نقول وهذا لتيعطي معنى آخر لفيع الفورجي طبعا في سياقات أخرى في عبارات أخرى تعني في حالات أخرى انفونتي تعني في حالات أخرى انفونتي يعني أنه يختارع وبيا اماجيني يعني أنه يتخيل انفونتي وبيا اماجيني طبعا نتكلم عن لوفير فورجي يعني في حالات أخرى انفونتي يعني أنه يختارع وبيا اماجيني يعني يتخيل عموما عندما نتكلم عن لوفير فورجي يعني أنك تطرق المعدن بعد تسخينه المقصود أنك تشكل المعدن المعدن لا يمكن تشكيله إلا بعد تسخينه وطرقه إذن نتكلم عن لوفير فورجي إذن هنا الفورجي لوفير دون منيار أدمرابل يعني هو كان يشكل الحديد بمعنى آخر إذن الفرجل فا دي منيار أدميرابل بشكل يتير الإعجاب والداشة نقول عن شيء بأنه أدميرابل يعني أنه يتير الإعجاب إذن نقول عنه أدميرابل شاك فا كو جو دي صندي على تلي شاك فا كو جو دي صندي على تلي في كل مراتين كو جو دي صندل عندما أنزل طبعا لغير دي صند علىـم Brandon إذن في كل مراتين عندما أنزل طبعا في الماضي عندما كنت أنزل بمعنى آخر كو جو دي صند على تلي عندما كنت أنزل للورشة إيه المومنتخي كان يظهرو لي يعني كانت يوريني إيه المومنتخي يعني أنه كان يظهرو لي لغاة مانتخي يعني أنك تشير لشيء أو تظهير لشيء إلي مانتخي سا ديغنيع كرياسيون يعني هو كان يظهير لي ويوريني سا ديغنيع كرياسيون آخر اختراعيه إلي مانتخي سا كرياسيون هو يظهير لإختراعه إلي مانتخي سا ديغنيع كرياسيون هو يظهير لي أو يوريني آخر اختراعيه تو انتخابيون تو انتخابيون يعني وهو يعمل كما نقول هنا في العامل بشكل كلي في العامل بشكل كلي تقريبا من حيث الأصل تعني كل كما نقول كل عاملا هنا طبعا المقصود بعملا يعني أنه يقوم بشيء وهو يعمل كما نقول كل عاملا هنا طبعا نضيف هاتو لنقول بأنه ليس فقط أنه منهمكا في العمل نضيف هاتو حتى نقول أيضا بأنه منهمك بشكل كبير في العمل لنقول بأنه منهمك بشكل كبير في العمل كما نقول وهو منهمك بشكل كبير في العمل يعني أنا أتكلم وأنا أعمل يعني أنا أتكلم وأنا أعمل لكن ما بفتور حتى أبين بأنني أقوم بشيء ما وأنا منهامك بشكل كل في العمل تقريباً هاتور تعني بأنني أقوم بهذا الأمر بشكل كل كما نقول كما نقول منهامك بشكل كل في العمل يعني هو يشرح لي التضامن وهو منهامك كما نقول بشكل كل في العمل عندنا لذغب عندنا فعل شرحة أو فسرة يعني هو كان يشرح لي التضامن يعني أنه كان يشرح لي التضامن يشرح لي تضامن المهن يعني تبين لنا الدور ذي التضامن دي المهن كما نقول في العمل هنا عندنا كما قلنا وهو يعمل بشكل كل يعني أنه كان يشرح لي تضامن المهن يعني كل المهنة تحتاج المهنة الأخرى طبعاً لو ذغب أدفع الشرحة أو فسرة ومن المهنة المقصود بها الشرح إذا لم يشرح لي تضامن المهنة كان يشرح لي تضامن المهنة المهنة ممكن لك بشكل بوحدة إذا لم يكن لك المهنة الأخرى سي كوم إن غوند سي كوم إن غوند مثل دائرة لكن غوند عندنا معنى آخر نقول عن شيء بأنه غوند وبيا غون في حالة المذكر إذا نتكلم عن شيء دائري لكن لغوند ممكن أنها تعني انسبكسيو بو ساسوري كوتو إيطان نوردر كوتو إيطان نوردر انسبكسيو المقصود بها تفتيش أو مراقبة تأتي من فعل انسبكتي يعني اكزاميني إذا انسبكتي المقصود به أنك تفتيش أنك تراقب أنك تفحص إذا الانسبكسيو المقصود بها تفتيش أو تفتيش أو مراقبة لغوند المقصود بها انسبكسيو بو ساسوري لتأكد كوتو إيطان نوردر ليه التأكد بأن كل شيء في نظام بأن كل شيء على ما يرام بمعنى آخر طبعا كلمة غوند ممكن أنها تعني كما في الصورة تعني هذا الدائرة التي يلعبها الأطفال نقول مثلا ..الغوند إذا المقصود بها شاكا أسانتور شاكا أسانتور يعني كل شخصين ودوره كل شخصين يقوم بدوره كما نقول أو كل شخصين من جائته يقوم بعمل ما إذا نقول مثلا يعني كما لو نقول أنك تشرب في دائرة كما لو أن مجموعة أشخاص يجلسون حول طاولة كما لو أن مجموعة أشخاص يجلسون حول مائدة وكل شخص يشرب من جهته كل شخص من جهته يشرب إذن نتكلم عن بواغ ألغونت إذن نقول بواغ ألغونت بواغ ألغونت إذن فعندما يقول جد هنا لحفيده سيكمنغونت إنه مثل الدائرة إنه مثل الدائرة فإذا أخذنا مثلا دائرة الأطفال الصغار إذن كما نراحل بأن هذه الدائرة تتميز بترابط الأياد هناك سلسلة كما نقول هناك سلسلة بناد الأطفال سيكمنغونت إنه مثل الدائرة ما دي زيتيل كان يقول لي حيث كل شخص يعطي يداه للآخر حيث كل شخص يعطي حيث كل شخص أو كل واحد كما عندنا هنا يعني كل شخص أنه نافع نقول عن شيء أو عن شخص بأنه يتيل يعني أنه نافع أو شاكه دون لماه الأطفال حيث كل شخصين يعطي يداه للآخر شاك أم يتيل كل رجلين هو نافع لكل الآخرين طبعا هنا المقصود بمجازن شخص شاك أم يتيل كل رجلين المقصود كل شخصين يتيل كل شخصين هو نافع لكل الآخرين المقصود أنه نافع لبقية الأشخاص نولو بلي جامي نولو بلي جامي إذن لا تنساه بالمرة لا تنساه أبدا المقصود هنا نولو جامي كشاك أم يتيل أتولي زوتر المقصود هنا نولو بلي جامي كشاك أم يتيل أتولي زوتر إذن حتى لا نعيد هذه العبارة ككل نقول نولو بلي جامي لا تنساه أبدا لا تنساه أبدا المقصود لا تنساه هذه الحقيقة نعود إلى عبارة ليس هناك من المهان الحمقى نقول كما لا نقول ليست من المهان الحمقى أو ليست هناك مهان حمقى لكن هناك تكملة طبعا لهذا المثال التكملة هي كلمة جام كما قلنا في المماضة بأن كلمة جامع تأتي مؤناتة وتأتي مذكرة لكن لا تأتي في الحالة جامع في الحالة الأولى عندما تأتي مؤناتة كما عندنا هنا تعني أشخاص تعني مجموعة أشخاص طبعا كلمة جامع عندما تأتي جامعا مؤناتا هنا تعني مجموعة أشخاص لكن عندما تكون مذكرة في الجامع هنا تتعني قوم تعني في أما من المجتمع إذن تتكلم عن كلمة جامع إذن تتمت هذا المثال ولكن هناك أشخاص أربياء ليست هناك مهان حمقى ولكن هناك أشخاص أربياء المقصود بالمثال تمتي كل مهنة أين فالور كل مهنة لها قيمة كل مهنة لها قيمة ثم أن تتطلب دي كاليتي شيرو تحفير وتتطلب طبعا كاليتي ممكن أن تأتي جودة لكن كما عندنا هنا إنها تعني خاصية ما تعني وضع اجتماعي مدني أو قضائي تعني خاصية تعني منزلة تعني وضع اجتماعي مدني إلى آخره إذن نتكلم عن كاليتي لامتي إذن المهنة روكيار دي كاليتي شيرو تحفير إذن المهنة تتطلب ميزات ما متعلقة بالوضع اجتماعي متعلقة بخصائص ما شيرو تحفير كل مهنة تتطلب ميزات ما ووضع اجتماعي ما تتطلب مهارات ما عند الشخص الذي يمتهن هذه المهنة هذا المثال يمتلك نهاية هذا المثال يمتلك نهاية هناك فقط أشخاص عربية إذن فيكون عندنا المثال ككل ليس هناك مهنة ليس هناك إلا أشخاص عربية إذن عندما نقول نحن نستحضر بقية المثال هناك فكرة توضح هذا الأمر إذن أظن أن هناك أغبية مقصود بها نيي وبيا ستوبيد نيي وبيا نيي نييز في المؤنث أو أحمق أو غبي إذن كل هاد الكلمة تعني أحمق إذن نقول صو وبيا صوت في المؤنث نقول نيي وبيا نييز في المؤنث وبيا ستوبيد إذن جو كخوكي ليا ديزان بيسيل أنا أظن بأن هناك حمق جميع أن أدواء في كل مكان في كل مكان ومساعدين 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 جميعين أعمال كل محن على قيمة تجريد تجريد ومساعدة ومساعدة فال большой يقول في الاسم نتفع نتفع يعني انك تطلب شيئا وفق القانون جو خوى هذا هو ذرب خوى يعني فيه الظنة أو اعتقد جو خوى كيليا ديزان بيسيل أنا أظن بأن هناك حمق جو خوى كيليا ديزان بيسيل أنا أظن بأن هناك أربياء بارتو في كل مكان وديجان بياء وانتليجان بارتو ثم هناك أشخاص جيدون وأدكياء في كل مكان كالكو سوى الميتي مهما كانت المهنة إلا position socio-professionnel ومهما كانت الوضعية الاجتماعية المهنية كالكو سوى الميتي إلا position socio-professionnel كالكو سوى الميتي إلا position socio-professionnel أنا أظن بأن هناك أشخاص أربياء في كل مكان وأشخاص جيدون وأدكية في كل مكان كالكوس والمتي مهما كانت المهنة في مهنة الطب ممكن تجد أشخاص أغبية أشخاص جيدون وأدكية وفي مهنة المحامات ممكن تجد أشخاص أغبية أشخاص جيدون وأدكية وفي مهنة النجارة مثلا تجد أشخاص أغبية وفي المقابل تجد فيها أشخاص أدكية وجيدون في كل مهنة مهما كانت المهنة تجد أشخاص أدكية وجيدون وتجد مقابلهم أشخاص أغبية كالكوس والميتي مهما كانت المهنة الابوزيسيون والوضعية سوسيو بروفيفيسيونيل والوضعية الاجتماعية المهنية الخاصة بالأشخاص في الحقيقة النطابل peut-être so النطابل peut-être so النطابل النطابل المقصود بشخص بارز النطابل نتكلم عن شخص بارز إذن في الحقيقة النطابل peut-être so إذن نتكلم عن شخص بارز يمكن أن يكون أحماقا وغبيا من نقطة نظر ما المقصود من زاوية نظر ما نتكلم عن شخص ما له نظر ما للواقع فمن زاوية نظر ما ممكن أن هذا الشخص البارز ممكن أنه يعتبر غبيا وفي المقابل وفي المقابل ممكن أن هناك عامل ما عامل نظافة مثلا ومن زاوية نظار أخرى مثلا ممكن أننا نجد عاملا يعتبر داكيا وجيد والعكس بالعكس ممكن أن هذا العامل يعتبر غبيا وهذا البارز المعروف المشهور ممكن أنه يعتبر جيد ودكي إذن فالميهان لا تعبر عن الجهل كل ميهان تستحق أن تمارس كل ميهان جاديرة المقصود أن تستحق أن تستحق أن تستحق أن تستحق أن تستحق أن تمارس سوء بلامابل هم يستحقون اللوم نتكلم عن لبلام لبلام المقصود به اللوم إذن نقول عن شخص بأنه بلامابل يعني كما لو نقول يعني أنه يستحق اللوم إذن تولي ميتي صندين ديتر بحتيكي كل ميهان تستحق أن تمارس سوء لجون كي غفز عدنا لغاب غفزي يعني رافضة إذن سوء لجون كي غفز فقط أشخاص الذين يرفضون دوبغاتي كي ساعتميتي ليمارسوا بعد الميهان سوء لمابل الأشخاص الذين يرفضون ممارسة بعض الميهان سوء لمابل هم لغمين كما لو نقول المقصود بأنهم يستحقون اللوم إذن الأشخاص ومّالذين يستحقون اللوم لا الميهان إذن هذا المعنى الخاص بمثال إِلْنِيَبَادُ السوميتي وبياه إِلْنِيَبَادُ السوميتي إذن هو ضمن يستدعي التكملة ليس هناك إلا أشخاص أغبية نستكمل في الحلقة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله